السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بات اشتد أذى المشركين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لأنهم لا يستطيعون أن يعتدوا جسديا أو يمارسوا اضطهادا للنبي عليه الصلاة والسلام أو بعض أصحابه ممن يرجعون إلى قبائل قد تمنعهم هذه القبائل من مد اليد عليه كان هؤلاء يجتهدون في تعذيب العبيد والموالي رجالا ونساء وكلما اشتد عليهم الأمر في بلوغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى جمع آخر من أبنائهم أو من القبائل كان الأمر يشتد على هؤلاء المستضعفين رضي الله عنهم يذكر أهل السيار أن القوم اجتمعوا وجهاء قريش على أن يأتوا إلى أبي طالب وكان ذهابهم إلى أبي طالب تقريبا ثلاث مرات إذا أغفلنا أن في إحدى الروايات قد تكون مزيدة هذه الزيادة تكون في الثالثة ما هي زيارة رابعة فمن ذلك وأنا أقرأ الآن نص الحوار أو الكلام الذي ذكره ابن هشام وغيره أنهم قالوا ذهب أبو جهل وعتبة والوليد ابن المغيرة وغيرهم إلى أبي طالب قالوا يا أبو طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا سفه أحلامهم لما يتكلم عن أن اعتقادهم مثل هذه الأمور في أصنامهم هذه كلها من السفه ومن الجهل ومن الشرك وضل لآباءنا فإما أن تكفه عنه وإما أن تخلي بيننا وبينه يعني أما أن تكفه عن هذه الدعوة وأما أن تتركنا نتصرف معه وما تدخل في النصف في المنتصف فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه يعني أنت اعتقادك هو اعتقادنا أنت على ما عليه عبد المطلب فإذا كانت المسألة مسألة حمية فنحن نطالبك بأن توقفه وإلا فقد أنصفناك اتركنا نتفاهم معه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا لم يذكر الكلام اللي رد به عليهم لكن يبدو أنه لاطفهم وجد أنهم مغضبون فرأى أن يكلمهم بكلام ودي لطيف يهدئ من غضبهم هو أولى بالأمر حتى يتفاهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وردهم ردا جميلة وانصرفوا لكن بالأيام التي تلت هذه الزيارة ما وجدوا أن هناك أمرا قد تغير مضى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل وبدأ الناس يزدادون شيئا فشيئا باعتناق هذا الدين يقول ابن هشام أو ربهم هو ينقل عن ابن سحاق هذا كلام ابن سحاق يقول ثم شرى الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتباغضوا لما يصبح أن هناك خلاف الآن ما هو خلاف سياسي خلاف ديني وإذا كان هناك خلاف سياسي الناس تتباعد وتتباغض وكل واحد يقول له موقف بخلاف الآخر يتخذ منه هذا الموقف ذريع للمصادمة أو التباعد والمجانفة فما بالك الأمر فيه دين وفيه تضليل آباء وأجداد وفيه يعني مناكفة لهؤلاء فتباعد الناس وتضاغنوا وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه يعني منهم من تكلم قالوا إلى متى نسكت ذهبنا إلى أبي طالب وكلمنا لكن يبدو أن الأمر لن ينتهي لابد أن نفعل شيئا فذهبوا مرة ثانية إلى أبي طالب المجموعة التي ذهبت في المرة الأولى الآن ذهبت إلى أبي طالب مرة ثانية وهي مغضبة وتشعر بأن اللقاء الأول والاجتماع الأول مع أبي طالب لم ينتج عنه شيئا إيجابيا قالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك يعني طلبنا منك أن تنهاه وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنه وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك انتقل الآن الخطاب إلى طور آخر في المرة الأولى إما أن تكفه عنا أو تتركنا وإياه نحن نتفهم معه هذه المرة تكفه عنا أو ننازله وإياك ولن يشفع لك أن لك شرفا ومكانة فينا فإنك أردت فعلا أن تستف مع محمد عليه الصلاة والسلام في مقابلنا أو مقابل أبائك وأجدادك ويعني تراث هؤلاء حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا عن أبي طالب أبو طالب لما يعني هو شيخ كبير لما رأى أن الخطاب وصل إلى هذه الحدة في الكلام معه وكان قد حاول أن يلاطفهم لكن واضح من القوم أن الأمر وصل وبلغ إلى مبلغ عظيم فأرسل عقيلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه الرواية التي تذكر أن عقيل ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واضح منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كأن في هذه اللحظات كأنه قد توارى من القوم يعني كان في مكان يعرفه عقيل لكنه مكان غير ظاهر يعني هكذا أنا فهمت حقيقة من الرواية ويبدو أن الأمر لما اشتد بهذه الطريقة ولجأوا إلى أبي طالب بالفعل نبي عليه الصلاة والسلام راعى أن الوضع صعب وتوارى قليلا عن الأنظار فذهب عقيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بأن أبي يطلبك فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا حكى ما قالوه فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا رجل كبير في العمر والأمر وصل إلى أن الكل اجتمع علي وعليك وإذا كنت أحميك وأمنع الناس أن يعتدوا عليك فالأمر الآن بلغ إلى مبلغ قد لا أستطيع أن أحتمله ولا أطيقه فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق ظن النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام الذي قال أبو طالب في هذه اللحظات أن أبو طالب يعني يبدو أنه سيستسلم للقوم سيخذله ومسلمه إلى القوم بهذه الطريقة وأن الرجل الذي النبي عليه الصلاة والسلام وجد فيه الملاذ الآمن في أن يمنع القوم منه بدأ الآن يظهر عليه التراجع أو التخوف من الاستمرار في ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه الرواية مشهور أنه ضعيفة بهذا اللفظ لكن يشهد لها رواية أخرى بألفاظ مقاربة بسند حسن فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم والله لوضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته ثم استعبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني بكى ما سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات دمعة الرجل العزيزة ومتى الإنسان أو حتى الرجل يعني تحديدا متى الرجل يبكي يبكي إذا بلغ الأمر مبلغا عظيما به حتى يضطر إلى هذا التعبير نبي عليه الصلاة والسلام بكى في هذه اللحظات وبكى لما رأى ابنه إبراهيم رضي الله عنه أو عليه السلام وهو ينازع أمامه وبكى النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ابن معاذ رضي الله عنه لما توفي أو لما مرض أولا ثم بعد ذلك توفي فعبرت أو دمعة الرجل العزيزة وهي ما تأتي إلا في الظروف القاهرة النبي عليه الصلاة والسلام شعر أن عمه الذي هو بمثابة أبوه بمثابة أبيه هو الذي رباه وهو الذي اعتنى به وهو الذي نصره ومنع القوم منه في هذه اللحظات سيتخلى عنه فهذا الأمر أثر فيه عليه الصلاة والسلام وحصل ذلك البكاء لما رأى أبو طالب بشعوره الأبوي النبي عليه الصلاة والسلام يبكي أمامه لأجل الكلام الذي قاله أو ما ظنت أنه خاذله قال اذهب قال لا تبكي اذهب يا ابن أخي فقل ما شئت فوالله يعني أني ناصرك أو القوم لن يستطيعوا أن يأتوا إليك النبي عليه الصلاة والسلام استمر على ما هو عليه والقوم كيف يفرغون شحنات الغضب التي تولدت لديهم كانوا يفرغونها في المستضعفين ذكرنا خباب بن الأرد رضي الله عنه وما جرى له هذلك الحداد الذي كانت توقض له النار ويرغم على أن يقعد عليها فيقول والله ما كان يطفئ النار إلا ودك ظهري يعني شحم ظهري حتى أن ظهر كل مشوه محترق من هذه النيران صهيب الذي كان يعذب حتى يفقد وعيه أم عبيس أو زنيرة التي تعذب حتى عميت آل ياسر الذين عذبوا فمات الأب وماتت الأم في التعذيب وابنهما اللي هو عمار بن ياسر أرغم على أن ينطق بالكفر حتى يقف هذا العذاب الأليم والمقيم الذي كان يعني يفعله هؤلاء تجاه في الحديث عن خبيب عن خباب بن الأردس رضي الله عنه خباب نفسه الآن الذي ذكرنا ما الذي حصل له يقول لنا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظهر الكعبة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا يقول فحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ممن كان قبلكم كان الرجل منهم يؤخذ فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيفرق رأسه فرقتين في رواية نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون تقف عند هذه الرواية أو هذا الحديث قوم تستعجلون وكل هذا العذاب الذي يعذبوه الذي عذبوا به وما زالوا يستعجلون النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر بآلامهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بآلامهم ويعلم ما الذي يعانوه ويتألم لأجلهم لكن ما ينفع أن القائد يوهن أصحابه ويضعفهم بل لابد أن يشد من عزائمهم وبالذات في هذه اللحظات الحرجة والله عز وجل يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن التمكين ما يأتي إلا بالصبر والمصابرة صبروا وصابروا ورابطوا هذا دأ بالنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وهو يستشعر ألمهم ويتألم لمصابهم رضي الله عنهم في الحديث في الصحيح مسلم وفي غيره أن فتى من أهل الكوفة أتى لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وحذيفة أنصاري يعني ما لحق وما رأى ما رآه وعانى منه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة في هذه الصفوة من المهاجرين ومن السابقين الأولين لكنه يتكلم عن المرحلة الثانية حتى بمرحلة المدينة لم تكن بمرحلة هينا فهذا الفتى بحماسه من أهل الكوفة يقول لحذيفة يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبتموه فقال نعم يا ابن أخي قال فكيف كنتم تصنعون قال والله لقد كنا نجهد يعني كنا نبذل ما نستطيعه نجتهد في أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام وننافح عن هذا الدين ونفعل فقال الفتى والله لو أدركناه لو أدركنا النبي عليه الصلاة والسلام ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك يا ابن أخي لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأحزاب يعني لما كان هناك غزوة الخندق وأخذتنا ريح شديدة وقر القر هو البرد الشديد في اللغة في القاموس المحيط وفي غيره يقال قر بالفتح وقر بالضم وتعني البرد وأخذتنا ريح شديدة وبرد وقر أو قر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني الآن حذيفة يقول لهذا الفتى يعني أنت بتصور أنك لو كنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنت ستفعل ذلك وما يدريك يعني ما يدريك أنك ستستطيع النهوض وفعل شيء الأمر ليس بالأمر الهين ولهذا يعني قبل ما أكمل الرواية لهذا تضحيات الصحابة الأواء المسابقين الأولين من المهاجرين من هذا التعذيب الذي كان يحصل لهم ومن هذا التضييق على رزقهم وعلى يعني حتى العلاقات الاجتماعية وعلى أمور كثيرة حصلت لهم ليس بالأمر الهين الذي نقرأه في الكتب ونقول والله رحم الله أصحابنا فعلوا وفعلوا لهذا الأمر كان عظيما والإنسان منه يعني لما ينظر إلى نفسه يعني يزدري يزدري نفسه حقيقة يقول يعني نحن في اختبار صلاة الفجر جماعة في المسجد رسبنا نحن في في التوكل على الله عز وجل وفي عدم الغضب لدنيانا رسبنا نحن في المحافظة على السنن والنوافل والتقرب بالطاعات وبالصدقات رسبنا كيف لو كنا في أمام هذا الامتحان الصعب الذي كان فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطالبهم بالاستمرار والصمود أكثر وأكثر لما يحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لخباب ومن معه وعمار وغيرهم يقول لهم إن ممن كان قبلكم كان يفعل له كذا وكذا ولكنكم قوم تستعجلون أنتم تطلبون التمكين بسرعة والتمكين ما يتأتى إلا بالصبر والثبات والمصابرة والعطاء والإيمان الثابت الراسخ فلهذا حذيفة يقول لهذا الفتى المتحمس يقول لقد رأيتنا يقول له يا ابن أخي أول شيء يعني يلاطف به هذه الكلمة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب هذا يعني من جمال صراحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكرون حتى الأمر اللي قد يكونوا مخطئين وأن ذكرت يعني في درس سابق عائشة رضي الله عنها لما تعترف بأمر أنه فأغضبته يوما ما كان عندهم مشكالية أن يكونوا صريحين ويقولون ما له وما عليهم يتكلمون عن أخطاؤهم لكي يستفيد الناس لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة واحد منكم يذهب يأتي بخبر القوم ويكون رفيقي يوم القيامة من لا يتمنى ذلك سواء من أو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا اللي قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وضحوا بالغال والنفيس لأجل هذا الدين ولأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعرض هذا العرض يعني توقع أن الواحد يتردد يقول حذيفة فسكتنا فلم يجبه منا أحد لا أبو بكر تكلم ولا علي بن أبي طالب تكلم ولا عمر بن الخطاب تكلم ولا الزبير تكلم سكتنا جميعا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة مرة ثانية يقول نفس السلام يقول فسكتنا فلم يجبه أحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة يقول فسكتنا فلم يجبه أحد منا فقال قم يا حذيفة فأتي بخبر القوم يقول حذيفة فلم أجد بدا أن دعاني بإسمي أن أقوم يعني لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسمي وقال لي قوم ما قمت ويشير حذيفة بهذا بطريقة غير مباشرة إلى ما ذكره الله عز وجل وانت تخيل لما الله عز وجل يصف الناس يصف المؤمنين بهذا الوصف فكيف يعني يستطيع أهل السيار أو أنا وأنت أن نعبر زيادة على كلام الله عز وجل لما الله عز وجل يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا تعبير بأن القلوب بلغت إلى الحناجر وأن الأهل الإيمان زلزلوا زلزالا شديدا مسألة هينا أن الواحد يستطيع أن يجد كلام من علماء أهل السيار يصف الحال كما يصفه الله عز وجل في هذه الآيات إذن حذيفة يقول لهذا الفتى المتحمس يا ابن أخي هون عليك أنت لو كنت معنا في ذاك الزمان وفي تلك الظروف القاسية والصعبة ما أدراك أن لا تكون مع الكفار أو ما أدراك أن لا تكون ممن تتنزل فيه الآيات لأجل أنه خذل النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات وخذل تلك الدعوة الأمر ليس هينا قريش رأت أن يعني الزيارة الأولى لأبي طالب والزيارة الثانية لأبي طالب ما أنتجت شيئا فتحدثوا فيما بينهم قالوا يبدو أن يعني أبو طالب ينظر إلى رسول الله ينظر إلى محمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ابن له فلماذا ما نعرض عليه عرضا هذا الهاجس وهذه الرغبة وهذا الشعور الأبوي الذي تملك أبي طالب نستطيع أن نصل معه إلى حلفه حتى يسلمنا محمد يسلمنا محمدا فنقتله فذهبوا إلى أبي طالب هذه المرة الثالثة ومعهم عمارة ابن الوليد ابن المغيرة واحد من فتيان قريش من أجملهم ومن أكثرهم شبابا وفروسية فقالوا يا أبا طالب هذا عمارة ابن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل إحنا عطيناك رجل تربيه يكون هو ابنك الذي تتبنى وتعطينا بدلا عنه رجل آخر فنتخلص منه طبعا يعني العرض عرض سخيف حقيقة لكن هذا يبين أنه كيف طاشت عقول الناس حتى لجأوا إلى مثل هذا الأمر حتى أن يريدون من أبي طالب أن يسلم لهم النبي عليه الصلاة والسلام ويوقف هذه الدعوة التي بدأت نارها تستعر في أبنائهم وإخوانهم وقرابتهم فقال أبو طالب والله لبئس ما تسومونني أتعطوني ابنكم أغذوه لكم يعني غذيه ووكله وشربه وأعطيكم ابني تقتلونه لا والله هذا لا يكون أبدا فقال المطعم ابن عدي والمطعم ابن عدي واحد من أعقل القوم لكن سبحان الله يعني في هذه اللحظات الأمر اتضح أنه طاشت عقول الناس طاشت عقولهم كيف أن الدعوة مستمرة رغم تعذيبهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رغم تشويهم الإعلامي لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وصرف الناس عنه رغم تضييقهم على تجارة وعلى رزق من يعتنق هذا الدين أو يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فقال المطعم ابن عدي لأبي طالب والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه حاولوا معك بما يستطيعون ثالث مرة نأتيك يعني بالكلام الطيب وطلبنا أن تكف ما فعل شيء طلبنا أن تسلم لنا ما فعل شيء عرضنا عليك أن ننازلك وإياه ما فعل شيء وإلى الآن يعني أنت مستمر في منعه وفي يعني إحاطته أنك تحوطه وجهدوا على التخلص مما تكرهه فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا يعني ما ما عطيناك رأي إلا رفضته أنت ما تريد أنك تتفاوض معنا على شيء وتقبل مننا رأيا فقال أبو طالب والله ما أنصفوني أنت متصور أن أنصفوني بهذا الكلام الذي تقوله ولكنك قد أجمعت خذلاني أنت خذلتني معهم وقفت معهم على خذلاني ولكنك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدلك افعل اللي تريده فحقب الأمر كما يقول ابن أسحاق اشتد الأمر فيما بينهم وحمية الحرب وتنابذ القوم وباد بعضهم بعضا يعني الآن وصلوا إلى الدرجة من الاحتقان ومن التنافر فيما بينهم إلى ما سيأتي بعد ذلك من الذي حصل بالحصار الذي فرض على بني هاشم وبني المطلب اللي استطفهم معهم وهذا هو السبب الحقيقي لهذا الحصار أن طلب إسلام النبي عليه الصلاة والسلام لهم لكن أبو طالب رفض أكثر من مرة أن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء إلى الآن ما في اعتداء جسدي على النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر هو مضايقات واستهزاء ولمز وعيب وشبهات وتعريض بالنبي عليه الصلاة والسلام وإذاء آخر مما يذكر في هذا وأنا أستظهر أنه أتى بعد مرحلة الطائف ولم يأتي في هذه المرحلة ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنك من إذاء القوم للنبي عليه الصلاة والسلام ووضع سل الجزور اللي هو مشيمة الناقة على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد وهذا أنا أستظهر حقيقة رغم أن كتب التاريخ تذكرة كتب السير وما تحدد له فترة لكن أنا أستظهر أنه بعد وفاة أبي طالب وذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وعودته وبدأ الاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام من بعد وفاة أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه الفترة العصيبة وهذا التضييق اتخذ دارا سرية لكي يتعلم بها المؤمنون وكان الدار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي ذكرنا أنه أسلم مبكرا وذكر أنه أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا هم وأصحاب نفسه سلام جميعا الأرقم ابن أبي الأرقم شاب يعني في أكبر سن ممكن نتصور له أنه كان في الثمانية عشر من عمره هذا أكبر سن ممكن نتصور يعني ما بين السادسة عشر سنة إلى الثامنية عشر سنة اتخذ اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام داره مقرا لتعليم المؤمنين فكان الناس يعني تحاول أنها تتنصل من المراقبة وتذهب وتدخل هذه الدار لكي تعلم دينها طيب لماذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم تحديدا يعني إذا قلنا لماذا اتخذ الدار واضح الجواب على ذلك لكي يعلم الناس دينهم في وضع آمن وبعيدا عن الأنظار حتى ما يكون هناك مضايقة من المشركين يعني هذا الجواب واضح لكن لماذا دار الأرقم ابن أبي الأرقم تحديدا الأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم يعني من قوم أبي جهل والوليد ابن المغيرة وآخرين وبنوا مخزوم أساسا من الحلف الآخر المقابل لحلف المطيبين وبينهم وبين بني هاشم عداء ومنافسة أصلا فلما أسلم الأرقم ابن أبي الأرقم ما كان أحد يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يعلم المؤمنين في دار شخص مخزومي شخص مخزومي محسوب على الجهة المقابلة فهذا سبب الأول السبب الثاني من يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الظروف الحريجة يتخذ دار شاب في هذا العمر في مقتبل العمر لك أن تكون مقر للدعوة النبوية ومقر لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يتصور أن شاب صغير في العمر مثل هذا ممكن أن دارة هي التي تكون مكان التجمع ومكان الانطلاق هذا السبب الثاني السبب الثالث أن دار الأرقم ابنه أبي الأرقم عند الصفة يعني عند مكان في الأساس مكشوف فما يتصور أحد أن يعني ممكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يختبئون لتعلم الدرس والواحد منهم يعني يأتي وحيدا أو يأتي مع شخص ويدخل وبعد فترة يدخل الثاني بهذه الطريقة في دار يفترض أنها قريبة من الصفة ومكشوفة أنت اليوم طبعا مع فارق التشبيه يعني 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 الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني أمر متعلق بالنبوة ومتعلق بالخير وبالحق وبالدين لكن أنا أضربها مثال مع فارق التشبيه يعني يعني لو أنه يعني واحد عنده شيء مشبوه مثلا ووقف عند المخفر أمام المخفر ويسلم شخص آخر هذه البضاعة المشبوهة مثلا أو يستلم منه هل هذا يستوي مع شخص في مكان مظلم ولا مكان منعزل تم في عملية التسليم ولا كذا طبعا بلا شك سيتصور الناس أن هذا الشخص الذي هو أمام المخفر أصلا أو أمام الشرطة أنه لن يفعل شيئا مخلا يمكن أن الشرطة تقبض عليه مباشرة وهو إنما فعل ذلك لكي يأمن أنه محد يشك فيه أصلا فأنا أقول الأمر مع فارق التشبيه أن هذه نبوة وهذا دين وهذا حق وهذا كذا لكن أنا أقول أن اختيار هذه الدار اللي مكشوفة أمام الناس ويملكها شاب صغير في العمر ومخزومي كل هذه العوامل ساهمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ هذه الدار كمنطلق للدعوة الإسلامية ولتعليم المسلمين تعاليم دينهم نقف عند هذا الموضع فالكلام في السيرة النبوية لا يمل حقيقة ومترابط ويجر بعضه بعضا وبإذن الله عز وجل في محاضرتنا القادمة سنتحدث عن ما جرى بعد اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم التي أصبحت يعني جزءا من التاريخ كما يقال ولد النبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل فصار يقال فلان أسلم بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم أو أسلم قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم والحمد لله رب العالمين